اهلا بكم الى فقرة الصحافة ونستهلها مع صحيفة العربي الجديد ومقال بعنوان تطبيع بسياقات ودواع متباعدة للكاتب محمود الرموي يقول فيه تدل وقائع الماضي القريب على انه ليست هناك وجوه شبه او مضاهات بين موجة التطبيع هذه القائمة على المبادرة الذاتية وظروف التسويات بين دولة الاحتلال ودول المواجهة فقد سعد كل من مصر والاردن الى استعادة اراضي محتلة لهما وقد احتكم كل منهما الى قرارات دولية واضاف ما حدث مع موجة التطبيع هذه ان القطاع الاشط تطرفا في المجتمع الاسرائيلي وهو القطاع السائد قد شعر بان خياراته صحيحة ومثمرة بدليل ان تطرفه واغلاقه الباب امام التسويات قد افضى الى موجة عربية من التطبيع معه صحيف الذهيل الامريكية نشرت مقالا حول ضرورة وقوف واشنطن الى جانب السودان ومنع انزلاقها في الهاوية مجددا وجاء فيه على وزارة الخارجية ان تطلب من الكونغرس ازالة السودان من القائمة السوداء فورا والتي تحضر فعليا جميع المساعدات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كون المزيد من التأخير يرقى الى معاقبة الشعب السوداني على جرائم الدكتاتور الذي اطاحه به واتساءل كاتب المقال هل سيحقق السودان مستقبلا جديدا كدولة ديمقراطية حديثة ام سيعود الى اهوال سنوات البشير قد يتوقف جواب على تصرف امريكا او تقاعسها يجب ان لا تكون الولايات المتحدة متفرجا في هذه الفترة من تاريخ السودان سياسة الانتظار والترقب ليست كافية صحيفة المدن الالكترونية نشرت مقالا حول الخلاف الامريكي الفرنسي حول او حل الملف اللبناني وقالت لا يعني التنسيق بين الفرنسيين والامريكيين ان الطرفين على صفحة واحدة او ان هناك التزاما امريكيا بالمبادرة وبتوقيتها واشنطن تضبط سياستها على توقيت مختلف والدليل هو الاعلان المرتقب عن عقوبات امريكية على شخصيات على ارتباط بحزب الله ستشمل اسماء خارج الطائفة الشيعية واضاف الواضح ان هناك تذمرا امريكيا من اللقاء بين الرئيس مانويل ماكرون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وهذا التذمر من اللقاء لم يجد طريقه الى العلن بل سيأتي الرد من خلال تجاهل المبادرة الفرنسية واستكمال سياسة واشنطن وكأن شيئا لم يحدث وختم المقال هذا التجاهل والعقوبات الامريكية المرتقبة يمثلان مؤشرين مهمين الى سياسة امريكية مبنية على اساسين اولا مواجهة حزب الله هي الاولوية والتنظيم لما كان له في الساحة السياسية وثانيا اعتبار الطبقة السياسية بأسرها فاشلة وغير شرعية الجارديان البريطانية نشرت مقالا حول الخطر الذي يشكله اصرار ترامب التمسك بالسلطة وقالت هذا البلد مات فيه ما يقرب من مئتي الف شخص بسبب جائحة كورونا وهي الجائحة التي رفض ترامب الاعتراف بحدوثها الاقتصاد الامريكي في حالة يرثى لها تعصف به البطالة وعلى الرغم من هذا السجل من الفشل المميت لا يزال هذا الرجل غير الملائم يحظى بدعم 42% من الشعب الامريكي وضاف هذه الحقيقة تجعل الانتخابات غير منطقية وبالتالي فان المنافسة الحاسمة في 3 نوفمبر ليست بين الديمقراطيين والجمهوريين بقدر ما هي بين الديمقراطية والمعارضين لها حيث باتت مكانة الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية على المحك كالعادة ننهي هذه الفقرة بالكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر